اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ان مشاركة المؤسسات العالمية العاملة في مجال التجهيزات والمعدات والمنظومات العسكرية في حوار المنامة يأتي تأكيدا لهذا المنتدى الدفاعي الامني الحيوي بابعاده الاستراتيجية من اهمية بالغة في حفظ الامن والاستقرار في المنطقة من خلال الرؤى والتوجهات المختلفة ورحب السمو وحفظه الله لدى لقائه اليوم مع سعادة الفريق بحري متقاعد السيد انتوني الوينز رئيس منطقة الشرق الاوسط وافريقيا لشركة لوكهيد مارتن الدولية وسيدة نانسي زيوزون نائب رئيس مجلس ادارته شركة لوكهيد مارتن والوفد المرافق بمشاركة الشركة في منتدى حوار المنامة مؤكدا سمو ان التوقيع على اتفاقية شراء طائرات اف سكستين المطورة خلال زيارة سموه مؤخرا الى واشنطن تأتي ضمن اطار التعاون الدفاعي الممتد بين البلدين الذي بلغ سبعين عاما منوها من سموه بما تشكلها هذه الاتفاقية من اضافة لرصيد العلاقات الثنائية التاريخية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية ومردودهما على المصالح المشتركة من جانبه اشهد السيد انتوني الوينز بمستوى الاعداد والتنظيم لمنتدى حوار المنامة وما توفره مملكة البحرين من تسهيلات ودعم لانجاحه على مدار هذه السنوات ترجمة نانسي قنقر